اشتركوا في القناة 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 وده بيكون لي التأثير الخاص بي على اي دولة بتتعرض لهذه النوعية من التغيرات وبتلاقي ايضا اهتمام الدول بشكل كبير احنا بنشوف دلوقتي المؤتمرات الخاصة بدراسة التغيرات المناخية واثارها هنا التغيرات المناخية ازاي اقدر اتوقع العائد الاقتصادي او الاثر الاقتصادي الخاص بيها على كل دولة من الدولة والله هو عايز اوصل لحدك حاجة اولا احنا في مرحلة ما قبل الازمة لما بيبقى فيه انذار مبكر بان هناك فيه طقس سيء لمدة معينة المفترض ان الحكومة هنا بتحصر مبلغ معين من الموازنة الخاصة بتاعتها الموازنة الخاصة بالدولة لمقاومة هذا التغير المناخي الطارئ الذي سوف يحدث زي ما بقول لحضرتك هي برضو استعدادات بندخل في مرحلة الاستعدادات الدولة هنا بتحط استعداداتها وموازنتها تحت خدمة القرى والعزب والنجوع اللي موجودة في مصر مصر مساحتها كبيرة جدا عندنا 4726 قرية عندنا 26757 عزبة وكفر ونجع كل ده حضرتك محتاج خطة كبيرة وخطة ما قبل الازمة واثناء الازمة وبعد الازمة كل ده حضرتك بيبقى محتاج موازنة كبيرة مصر حطت اكتر من 100 مليون جنيه لخدمة الطقس السيء اللي هو كان موجود مصر برضو بتعاني من مشكلة قديمة موجودة عندها وهي خطة التخطيط والبنية التحتية فده طبعا عندي 160 ألف فدان من المخطط العمراني اللي هو 417 ألف فدان 160 ألف دول مش مخططين من البداية فبالتالي ده بيضع مشاكل ومعوقات كبيرة جدا في إدارة الازمة داخل مصر طب إزاي استثمر الازمة دي وإزاي أحاول أن أنا يعني أحولها إلى شيء إيجابي يعني ربما البعض بيقول ده إحنا جالنا كم من السيول والأمطار اللي تكفي أو تكفي لعملية الزراعة بشكل كبير جدا حتى في موجات الحرارة شديدة نقول دي طاقة شمسية يا جماعة لابد أن احنا نستثمرها بشكل أو بآخر هل هذا المفهوم بالفعل قبل التطبيق وبيتم استثماره بشكل أو بآخر؟ هو مصر بتحاول استغلال مياه الأمطار على قد ما تقدر بمعنى هقول لحضرتك حاجة في بحد المحافظات نجحت بالفعل في موضوع استثمار الأمطار اللي موجودها على سبيل المثال محافظات زي سيناء والبحر الأحمر عندنا سد عارف مثلا في العريش السعة التخزينية بتاعته حوالي 5 مليون متر مكعب ده كويس جدا يعني ده من ضمن السدود اللي هي جيدة جدا أداء المخرات وأداء السيول هو اللي بيساعد على استغلالنا للأمطار طب إيه اللي بيعيق أداء المخرات والسيول؟ سلوك المواطن لأن المواطن بيلقي قمامة داخل المخرات إحنا عندنا نسبة قمامة بنتطلعها من المخرات ومن المصارف سنويا من 14 ل 16 مليون طن قمامة ده حضرتك بيكلف الوزارات والمحافظات ميزانيات طائلة ده سلوك شخصي؟ ده سلوك شخصي ما هو القمامة دي؟ ملقاة الوزارة مش هتلقي قمام ولا موظف المحليات حيلقي قمام فطبعا الأربعة لا بس ربما المصانع ربما ما هو سلوك في الأول وفي الآخر ولكن يجب أن يخضع لقانون بشكل أو بآخر هو زي ما قلت لحضرتك يا برضو الدولة يعني برضو مش ضغطة على المواطن في هذا المواطن مش هتعمل كل حاجة مش هتعمل كل حاجة بس فيه قوانين هو فيه قوانين خضعة بس هو إحنا سلوكنا مع المخراط للأسف فيه مشاكل كبيرة جدا إحنا عندنا مشكلة الزرايب اللي هي حصلت ودعم الدولة لها الزرايب دي إيه اللي حصل فيها؟ المنطقة الزرايب قال إن المنطقة منطقة مخراط سيول وتم بناء عليها هذه القرية فبالتالي لما جات سيول أخذت العزيز من القرى في سكتها إذن البناء على مخراط سيول يشكل مشكلة ومعضلة كبيرة لإدارة الأزمة في الأمطار بالذات نظافة المخراط والحاجات دي كلها برضو سلوك من المواطن الحتة التانية والأهم البلعات اللي موجودة في مصر عندنا سرقة غطيان البلعات إحنا عندنا 350 ألف بلعات في خلال 3 شهور 3 شهور بس بيتم سرقة 12 ألف غطى بلعات سلوك مواطن بمتوسط يومي 30 بلعات غطى بلعات ده سلوك يومي كل يوم بحضرتك المشكلة إن هو مش بس يعني قضية سرقة لا هي قضية تعريض أرواح للخطر يعني بتبقى عرضة إن حد ماشي مش واخد باله إن الغطى مش موجود يعني للأسف ممكن يفقد حياته ما هو ده اللي بيحصل إن كتير قوي من الناس أثناء الأمطار بنبص للاقي كذا وبنبص للاقي حوادث بنبص للاقي حوادث سعق كهرباء طب هو حدث سعق كهرباء أثناء الأمطار ليه لإني تم سرقة الطيار الكهرابي وتم عمل واصلة خارجية غير مشروع من العمود نفسه للأسف فبالتالي بيبقى فيه سعق للكهرباء إحنا بنبص دايما على فكرة الدولة كل سنة لو حسبنا هي بتصرف قدية على سلوكيات المواطنين حنلاقي المبالغ دي لو تم صرفها في حاجات تانية زي الصحة والتعليم حتوفر مبالغ كبيرة جدا هي دي فكرة إدارة الأزمة في مصر مصر لأول مرة يبقى فيه تكاتف ما بين الشعب والحكومة في إدارة موجة من الطقس التي لم تمر على مصر من حوالي 26 عام وكان فيه التزام الحقيقة يعني برضو من قبل المواطن لما اتقال إن هيبقى فيه موجة برض سيئة الكل بالفعل التزم وده كان العائد بتاعه أن بالفعل يعني شفنا الحوادث السلكات بتحصل قبل كده الحمد لله لحد كبير تم تقليل الأعداد الخاصة بيها بشكل كبير جدا أصبح فيه وعي شديد وأصبح فيه نوع من الثقة المتبادلة ما بين المواطن وبين الأجهزة المسؤولة دي نقطة مهمة جدا أظهرتها الشفافية في نقل الأخبار وفي نقل الخطوات اللي بتتم في الدولة ومن هنا بتيجي الشراكة ما بين الدولة وما بين المواطن المصري ده اللي احنا محتاجينه لإدارة الأزمة أن يكون الجميع بيتكاتف لإدارتها وتأثيرها إيه بقى؟ هو عايزة أقول لحضرتك حاجة هو مصر كانت صباقة في إدارة ملف الأمطار من خلال المشاركة مع المجتمع المدني احنا لقينا المجتمع المدني اللي أول مرة موجود في الشارع موجودين عربيات بتحاول تنقل الناس اللي موجودة أعتقد المشاركة دي موجودة وإحنا محتاجينها شباب نفسه كان بينزل الحقيقة في الأماكن اللي حتى بعربياته وكده يحاول أنه يساعد بعد بس في حضرتك مشاركة مهمة جدا مستقبلية إحنا محتاجين منها المجتمع المدني على سبيل المثال حضرتك تكلمتي عن موضوع استغلال الأمثل لمياه الأمطار أنا عندي حضرتك عشان أفكر أعمل شبكة تصريف أمطار داخل مصر محتاج من 300 ل400 مليار جنيه طيب في حلول قدمتها بعض الدول زي اليابان مثلا لما جات تطبق شبكات تطوير الأمطار عملت الشبكات الداخلية داخل العمرات بمعنى أني عندي شبكة تصريف أمطار على أسطح العمرات بتحاول تصرف المياه دي لخزانات أرضية بيتم سحب هذه المياه إلى محطات تنقية المياه لتنقيتها بحيث أنها تكون صالحة للشرط كمية المياه المهضرة من أسطح العمرات بتبقى صعبة جدا أنا محتاج أطور أسطح العمرات بحيث أنها تكون فيها زراعات زي زراعات الأسطح أستفيد بها كمجتمع أنا عندي واشنطن حضرتك بتدخل من 60 ل70% من إنتاج السوق بتاعها من الخضروات والفاكهة من الأسطح أنا عندي القاهرة تشابه واشنطن أنها محافظة غير زراعية ما فيهاش غير 24 في الدم بس والزراع ما فيهاش يعني ما فيهاش أصلا زراعات فأنا محتاج أستغل هذه الأسطح زراعات الأسطح زراعات الأسطح دي هتفيدني جدا في قصة استغلال مياه الأمطار شبكات تصريف أمطار زي ما قلت لحضرتك أعلى العمرات محتاج أن أنا أطور الشبكة التحتية للمدن والقرى والعزب والنجوع ومصر حتى طلها ميزانية مصر حتى ميزانية لها من 2020-2030 صحيح وده الحياة من شخص العديد من المحافظات يعني عملية الاهتمام بالصرف الصحي وإمداد العديد من القرى بيدا شايفينه على مدار الفترات السابقة الحياة هو فيه خطة حتى مصر حضرتك للتطوير الشبكات من 2020-2030 تطوير الأماكن اللي هي الغير مخططة بيشمل فيها موضوع الصرف الصحي وشبكات تنقية المياه عندنا محطات الصرف الصحي ماينفعش لازم تكون لها مصارات مختلفة أنا عندي 409 محطة صرف صحي محتاج أعمل شبكات مخصصة لمياه الأمطار لتصريف مياه الأمطار محتاج أعمل تجديد للمخرات وتنظيف للمخرات لأن المخرات بتكلفني كل محافظة بس محتاجة 400 مليون جنيه للمخرات المحافظة الموازنة بتاعت الدولة بتحط فيها حوالي نصف مليون جنيه وبتحاول الوزارات تكمل المبلغ المتبقية لكل محافظة من موازنتها الشخصية مثال عندي مثلا وزارة الرأي حضرتك من سنة 80 لحد 2014 صرفت نصف مليار على تطوير المخرات من 2015 لحد دلوقتي صرفت 2.5 مليار على تطوير المخرات إذن في جدية في تطوير أداء المخرات في مصر خاصة في ذل الحكومة الحالية طيب إحنا كمان عندنا التنمية الزراعية اللي بتقوم بها الدولة في هذه الفترة وده شيء مهم جدا هل من الممكن أيضا توجيه هذه الطاقة لإجراء العديد من طرق الاستغلال لهذه الموارد لأنها بتعد موارد مائية أيضا للقيام بهذا الدور في مجال التنمية الزراعية هو أعيز أقول لحضرتك حاجة إجمال الأمطار الموسمية اللي هي بتجيلنا كل سنة كافية إن هي تزرع لي 700 ألف فدان في مصر يعني كل موسم أمطار أنا ممكن أزرع 700 ألف فدان في حالة الاستغلال الجيد لموضوع أمطار إزاي بقى نوصل للاستغلال الجيد الاستغلال الجيد زي ما قلت لحضرتك تاني في موضوع المشروعات القومية الزراعية المليون ونصف فدان اللي بتقوم الدولة بيهم هل ده بيكون عن طريق مثلا إجراءات معينة بتقوم بها وزارة الزراعة هو الإجراءات دي بتقوم بها وزارة الرأي من خلال تطوير المخراط والترع والمصارف وبالنسبة لها برضو السدود يعني التطوير السدود لأن مثلا عندي السدود على مستوها جيد جدا فبتحاول أن هي تزودني بس السد بيكلفني كتير يعني السد بيكلفني لحوالي 2.5 مليون بيكلف مبالغ كبيرة قوي على الدولة فطبعا ده كله أنا النهاردة محتاج أعمل حملة توعية بس للمواطن والله إحنا على فكرة المخراط اللي عندنا كافية أن هي تعمل إنجاز كبير جدا 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 بس لو تغير سلوك المواطن في المحافظة عليها وهي صالحة وبتؤكد الدور الخاص بيها بشكل جيد أنا عندي أربع مخراط مثلا في القاهرة حديك نسبة القمامة بتتجاوز فيها 60% النهاردة بتنزلي الإمكانيات بتاعتك سواء الإدارات المحلية أو عربيات وزارة الرأي ليه التنظيف؟ بتدفع منين؟ وزارة الرأي ما هي بتطر الجيب وبتدفع موازنات كبيرة جدا آخر حاجة محافظة الجيزة بس تنظيف المخراط الخاصة بيع منكلف مليون ومئتين ألف فإذا أنا عندي الدولة بتصرف مبالغ كبيرة جدا على تطهير المخراط وده بيشكل عبء كبير أنا النهاردة حددتك استغلال هذه المياه هيوفر عائدات زراعية كبيرة جدا كافلين إن إحنا نستغلها المجتمع المدني وموضوع إن إحنا نطرح مبادرات لزراعة الأسطح لتركيب شبكات خاصة لتوقيت النسب أهمية عدم القاء القمامة في المخراط اللي حضرتك بتقول عليه موضوع مهم جدا وهو ده برضو مشاركة من المجتمع المدني في إن إحنا نتلافى الأثار السيئة اللي بتتم فيها وبالتالي بيكون لها تبعياتها من واقع الإنفاق حتى اللي بتقوم بالدولة البناء على المخراط البناء على المخراط برضو مشكلة في ناس بتبني بيوت على مخالفة مخالفة قرية الزرايب اللي حصل فيها تبنت على مخراط سيول إحنا بنتكلم على أزمات وعلى فكرة دائما سوء التخطيط في البنية التحتية بيعرضني للمشاكل كبيرة جدا يعني عندي مشاكل مثلا في القاهرة الجديدة كل سنة لما بتيجي أمطار ببص ألاقي أنا طب ليه؟ لأن هي تبنت على مخراط سيول سوء تخطيط تبنت على إنما المدن الجديدة مثلا زي العاصمة الإدارية العالمين الجديدة كل هذه المدن تم عمل دراسات عليها بحيث أن هي تبنت بشكل جيد اتعاملت عليها شبكات تصريف أمطار اتعاملت عليها بنية تحتية على مستوى عالي فأغلب المدن الجديدة ما فيهاش مشاكل المدن بتاعة العشوائيات أهلينا وغيره وغيره ما فيهاش أي مشكلات خاصة بالأمطار طيب اقتصاديا بقى أنا عايزة أشوف العائد والتكلفة الخاص بهذا الموضوع إزاي بشكل كبير جدا إن أنا أعظم من العائد وزي إن أنا أقلل التكلفة الخاصة بيها عشان يقدر عندي نوع من الاستثمار لهذا الموضوع وما يكونش عبق علي لكن بالعكس ممكن إن أنا أستفيد منه هو عايزة أقول لحضرتك حاجة لو كنا احنا مش عايزين نعزم التكلفة نقلل التكلفة مش عايزة عزم التكلفة لو كنا عايزين نعدم التكلفة خالص وما يبقاش عندي تكلفة أساسية في هذا الموضوع أول حاجة نغير سلوك المواطن لأن الدولة كتير بتصرف على سلوكيات المواطنية دي أول نقطة عشان بس نبقى واضحين فيها ثقافة 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 ومن خلال الإعلام من خلال وسائل كتير أم أقدرش أقولها بس هي في حاجات أنت وبقى كإعلام يعني تعملوا توعية للمواطنين في قصة المخراط بزاعة أنا لو حافظنا عليها صدقيني حيبقى فيها عائدات كريمة هي برضو خلينا نقول برضو يا دكتور نعم منظومة متكاملة يعني إعادة تدوير القمامة والمشروعات اللي دايما بنتكلم فيها وبرضو الدولة بتقوم بالعديد من الجهود فيها وزي محردك قلت المجتمع المدني عليه مسؤولية فيها دي أعتقد لما تتضافر وتكون متواجدة هي هتحل المشكلة بالنسبة لهذا الموضوع يعني هي منظومة متكاملة مش جزء يعني بيختلف عن الجزء الآخر أو بيكون لوحده فيه هو أتفق مع حضرتك في الموضوع ده عشان كده يمكن أنا بقول لحضرتك إن إحنا بس لو استفدنا بس من عامل الزراعة مصر حتدخل من 60 ل 70 مليار جنيه عائدات من الزراعة بسبب لو استغلينا مياه الأمطار بشكل جيد ده سنويا ده سنويا ده بالنسبة لزراعة 700 ألف فدان بالورقة أو الألم حضرتك عائدات 700 ألف فدان من خلال الزراعة المرسومية اللي احنا بتجلنا مرتين في السنة خلاص وده هيبقى لي العائد بتاعه على التصدير على احتياجات السوق المحلي على المواطن يعني بشكل كبير وبشكل مدروس كمان طيب ممكن نقدر نقول إن في يعني تجارب نستفيد منها في هذا الموضوع بشكل أو بآخر آه طبعا أنا هقول لحضرتك حاجة يعني عندي مدينة تيوتس في اليابان عملت شبكات تصريف الأمطار بدأت يبقى عند لها فقد في مياه الأمطار بسبب الشبكات الخاصة بالأمطار عملت طبعا المساحة بتاعت النفق حوالي ستة ونص كيلو متر تحت خمسة وستين قطر المصورة الوحدة اللي هي بتفرق مياه الأمطار أسفل العمرات بالنسبة للشوارع وبنسبة للمدن بقى عندها فائد من مياه الشرب نسبة كبيرة إيه كاف فيها سنة وسنة ونص عندي واشنطن استفادت من استغلال المياه الخاصة بالأمطار في زراعات الأسطح الخاصة بيها ودخلت من ستين لسبعين في المية من إنتاج الخضر والفاكهة بالنسبة للسطح بس إيه الإجراءات اللي حررتك شايف إنها يعني لابد إنها تكون محل اعتبار في الفترات القادمة للاستفادة يعني الموضوع حصل وبالفعل كان هناك إدارة جيدة لهذه الأزمة لكن إزاي إن أنا كمان أجهز نفسي فيما هو قادم بإذن الله هو أنا محتاج أولا تشريعات جديدة خاصة بتجريم السلوكيات عشان أقدر زيادة وعي وثقافة حضرتك حندي توعية لا وتطبيق للقانون يعني لو مصنع بيرمي المخلفات بتاعتها يعني يكون فيه تطبيق للقانون الخاص به حتى لو شخص عادي يعني أنا بنشوف في أوروبا والدول المتقدمة زي ما بنقول لو حد رام حاجة لأ هو بياخد مخالفة يعني دي مسؤولية المواطن تجاه الدولة إحنا محتاجين نعمل بس تجديد في بعض القانون الخاصة بالتجريم البناء على المخرط تجريم الإلقاء المخلفات داخل المخرط دي أول حاجة تجريم سارقي أغطية البلعات لأنه ده بيسبب كارثة كبيرة أو في مصر طبعا ده بتودي بحياة بشر بتودي حياة كثير وطبعا بيعرق المشاكل كبيرة جدا وسرق تكابلات الكهرباء وكلام ده كله ما هو اللي بيوصل توصيلة كهربائية خارج برضه البنية التحتية بقى حضرتك بالنسبة للقرى والمدن والحاجات دي كلها محتاجة تضافر من المجتمع المدني لأن الدولة ما ينفعشك كل حاجة يبقى كل الأعباء مرمية على الدولة لأ لازم يكون عندي يعني المجتمع المدني يقوم بدوره إحنا عندنا أكتر من 55 ألف منظمة مجتمع مدني قادرين على تطوير القرى الأكثر فقرة تطوير البنية التحتية خاصة بالقرى اللي موجودة عندنا في مصر دي أول حاجة الحتة التانية برضو المهمة جدا أن يكون عندي إدارة للأزمة من خلال المواطن نفسه من خلال سلوكيات المواطن من خلال أداءه من خلال اللي بيقوم به بشكل يومي من خلال أن أنا كل يوم أحافظ على المخر أحافظ على السلوك اللي أنا بقوم به بشكل يومي السلوكيات داخل العمرات نفسها حضرتك إزاي نحافظ على المية اللي هي بتنزل مياه الأمطار اللي هي بتنزل وهكذا كل ده حضرتك محتاج يعني دور. خلينا أقول كمان أن حضرتك كخبير للتنمية المستدامة أن ده بيفيد حتى في تطوير العديد من المشروعات زي تطوير العشوائيات مثلا إقامة المدن الجديدة بتخطيط سليم وإزاي أن أنا بيتم إدارة هذا الموضوع بشكل جيد بيكون لي العائد الإيجابي القصبي. إزاي يكون عندي منظومة متكاملة للقيام بهذا الدور. وهو في حتة بس عايزة وضحها. لو خدناها محافظة محافظة على مستوى المحافظات كلها حضرتك بيجيلها دعم. موازنة من الدولة حوالي 136 مليار جنيه. تمام. بيتدخل كامل الحكومة حوالي 13 مليار. إذن العائدات أقل. بكتير. فبالتالي أنا بقولك بصراحة. كده السيد المحافظ كل محافظ مستني الموازنة اللي بتجيله من الحكومة. يبقى إذن حضرتك أنا هنا النهاردة محتاج يعني المحافظة نفسها يكون عندها مواردها تنمية الموارد تنمية الموارد الزاتية الخاصة بكل محافظة بحيث أن أنا أستغل الموارد الخاصة بها. صحيح. دي أول حاجة. من خلال حاجات كتير يعني لو جينا نقولك تنمية أصول الدول. تنمية الأصول الخاصة بالدول. أنا عندي أصول بس. أصول للوزرات مثلا في وسط البلد حوالي 700 مليار. اللي هي سوف تنقل العاصمة الإدارية. الأصول القديمة بس تكلف 700 مليار. أنا النهاردة لو عملتها بتعرف حزود موارد محافظة القاهرة. مثال. أنا بقولك كل محافظة عندها الموارد الخاصة بها. عندها. بيتتلقى مع طبيعتها وإمكانياتها. احنا مش عايزين نعتمد مش عايزين المحافظات تعتمد على موازنة الدولة. لازم يكون عندنا إدارة للموارد باستغلال وده على فكرة مش هيتم إلا عن طريق تضافر المجتمع المدني وتقديم مقترحات. هو الحقيقة أن التجارب كلها أثبتت أنه لابد من الشراكة سواء ما بين أجهزة الدولة المجتمع المدني المواطن المصري. هي منظومة متكاملة لأن العائد بيكون لنا كلنا والتكلفة علينا كلنا. وفي النهاية بنتمنى أن احنا بالفعل يكون عندنا الإدارة الجيدة لأي أزمة بتحدث لنا وإن شاء الله قادرين أن احنا نتخطاها بشكل جيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. دكتور الحسين حسين. خبير التنمية المستدامة. نورتين يا فاند. شكرا لحضرتك. وبشكر كل اللي تابعونا. ده كان لقاءنا وهي تجدد اللقاء غدا بإذن الله مع الاقتصاد والناس.